ومعنا مرسلنا في ريفي دمشق بلال أبو صلاح مرحبا بك بلال أهلا أهلا وسهلا بك بلال هل تضح سبب الخلاف بين فيلق الرحمن وجيش الأسلام؟ نعم يعني في الحقيقة الخلاف بدأ منذ عدة أشهر حيث تم الاقتتال بين الفصائلين في الحقيقة الآن الاختلاف بين الفصائل هو إعادة السلاح وإعادة ممتلكات هذا الفصيل لهذا الفصيل وممتلكات هذا الفصيل للآخر يعني حقيقة جيش الإسلام الآن يطالب بمعامل تصنيع قدائف الهاون وعدد كبير من قدائف الهاون ما يتجاوز العشرة آلاف قدائفة هاون موجودة لدى فيلق الرحمن وجيش الفصات بالإضافة إلى عدد من الأسلحة الخفيفة وعدد من الأسلحة المتوسطة بالإضافة إلى خط الإمداد لجيش الإسلام الذي يعد شريان الجبهة الشرقية وهي التي الآن تشهد اشتباكات عنيفة وهي الأشد اشتعالا في الغوطة الشرقية وهي التي سقطت منذ فترة منذ عدة أيام جبهة الكردي وجبهة الصوام في الجبهة الشرقية من الغوطة مرسلنا في غوطة مشق بلال أبو صلاح شكرا جزيلا لك